إذا انتهى من قضاء الحاجة لابد أن يطهر البدن يطهر المكان الذي خرج منه البول والغاية نعم والطهارة تكون إما بالماء أو بالحجارة المناديل الحجارة المناديل يشترط لها شروطا منها أن تكون طاهرة لا نجسة لا تكون محترمة يعني لا يمكن أن يتطهر بورق المسحف ووراق العلم أن وهو أمر تبداعية دج فالكل حتى إذا ما تعلم كان بريد آخر لا ي associationه أetto جديد لا يلى حاجة إلى العالم لا يمكن أن تكون غير طرق الحرام ستش Просто أن الدليل المثال خلق الحرب الناس ونسؤل أدل المثال ما يحدث قد بطعام الحرب ما يحدث جن Luasa في الأعمال لابد من استعمال ثلاثة أحجار أو ثلاثة مناديل هذا أقل شيء إذا حصلت الطهارة حصل النقاء رجع المنديل والحجر جاف ليس فيه أثر بول ولا غائط هذا معنى أنه حصلت الطهار إذا رجع المنديل أو الحجر فيه أثر نجاسة لابد أن يعيد أحقا شيء يتنول الزامن شوحا تن مسيتو ذاشا ليل جو داعتو بيئيغد لحا تبغلت من قاحا بيئغلت أحقا قئ سوولي يمسح ويمسح حتى يرجع المنديل جافا ليس فيه أثر لا بول ولا غائط تحا حق الله تحا بيئغ الخريوج أتحول دي قاتشالته بيئغيوغا إتنولي السنة أن يقطع على عدد فردي يعني خمسة أحجار سبعة أحجار تسعة مناديل هكذا سنة موضو باخا إذا يبغي يورخ إيش دل أتشيس لش ثاني ستر أولى دعون باخا يبتعد عن الوساوس خدر المستطاع يوخا شيء تكتر يوف شاء الله أول شاقين هو الحوني باخا شكرا